والدي رحمه الله ما كان بقدر يصوم معانا الصيام الكبير المنقطع النباتي لأنه كان مريض وعنده إعفاء وهو بيحب المحشي المحشي السوداني وهو باللحمة فيهوم كان نفسه في محشي وكنا هنا في بريطانيا وبصراحة كان السوق قافل فسأل أمي قال لا عمل لنا محشي باللحمة قال ما قلت له يا شاكر ما عندنا خضار ولا عندنا لحمة قال لا تعالي شوفي عندك شنو في التلاجة قالت له ما عندي إلا غير كراتايا وكرمبايا قال لا خلت جيبي مالي اتنين وهنعمل أحنا محشي باللحمة الدهبية قالت له شنو اللحمة الدهبية قال لا تعالي أنا حوريكي المهم قسموا الكراتايا كراتايا كانت كبيرة على أربع أجزاء وشقوها بالنص وغسلوها لأنه بصراحة التراب بكم من جوا ونفس الحكاية مع الكرم واللحمة الدهبية هي البرغل الأصفر والبرغل بيختلف من الفريق لأنه طعمه كده مميز وغسلناه بصلايا متوسطة آخر جزع من الكراتايا خطينا ونص في الفلايا خضرة وحمرة وكمان خمسة فصة طوم كم شديد من البكدونس جزعة كده من النعناع الطازج لأنه ما كان عندنا اليوم ده النعناع المجفف وكب شديد من الشبت البهار نحنا ضيفنا ملعقة كبيرة من ملح ملعقة صغيرة من فلفل أسود الكذبرة ملعقة صغيرة بابريكا ملعقة صغيرة والبهار التركي ملعقة صغيرة منه سبع ملعق كبيرة من الصلصة التماطم يعني دي بتاع تعصيد التماطم ملعقة كبيرة من الزيت عشان يفرفر البرغل أو اللحمة الدهبية بعد ما صفى البرغوم في الموية ضفنا الخليط ضيئة وخليناه كده على جنب عشان يعني يتشرب او يتفتح كده موية سخنة عليها المليح وملعقة صغيرة من الكمون وهنا الكروم لازم يعني ادخل في الموية سخنة عشان اقدر اطلع صفقة صفقة وبخليه شوية في الموية لحدد ما يدبل او يطر معايا كده معايا بعد كده بطلعه في المصفى هو بكمل يعني السوا في المصفى نفس الحكاية بكررها مع الكرات بدخلوا موية سخنة وبخليه لحدد ما صفقة صفقة برضو تطلع ولو عايز اتأكد هو يعني بقدر انه انا الفه يعني احاول اجرب لي في صفقة منه وابرما عشان اشوفها هي حتى تلفها بطلع برضو في المصفى وهنا طبعا لحدد هنا احنا عايزين نعمل الصلصة ملعقة كبيرة من الزيت وهنا بضيف ملعقة كبيرة من هنا الصلصة ودا كله عميل بيت وهنا برضو يعني عصير التماطم معاه البصل والحياك بتاعه وكمان الكرفس ملح على زوجكم اضفت ملعقة صغيرة من ملح نص ملعقة صغيرة من فلفل اسود نص ملعقة صغيرة من الكسبرة ونص ملعقة صغيرة من البابريكا وبغمرهم بالموية السخنة ما كتير مص لتر من الموية السخنة لا تكتروا الموية عشان الكرم بنزل برضو سواء الموية بشيلة جزعة من ظهرية الكرم والحشوة يعني احنا بنحب الحشوة متوسطة ما بنحبه رفيع وبالنسبة للكرات طبعا هو ما بياخد حشوة كثيرة زي الكرم يعني برضو رفعوه لانه خلوا بالكم البرغل لازم ياخد يعني راحته انه هو يستوي من جوه في الطبخة بعد كده بارسهم في الطاجن وزمان يا جماعة ناساسوان ونسبوي بيحملوا المحشي في الطاجن وفي الفرن التقليدي الطوبي يا سلام على طعمه بطلع رهيب بترس الكرم بحوالين دايرو بضغط يعني كده كويس عليهم وفي النهاية لازم اخد الكرات من فوق وبعد كده بغطيه ببواقي الصفق او الحجات المال نفعت يعني تتلف معايا وبقب الصوص السخن داية بغطيه بدخله في الفرن على درجة حرار 180 بياخد تقريبا من ساعة ونص لساعة وتلت يعني تطفو النار عليه والفرن يعني بيكمل سوا وهو دا احلى كرم محشي وكرات محشي باللحمة الدهبية وما في لحمة لكن بصراحة الطعم رهيب جدا جدا لازم تجربوه ولو ما بتحبوا الكرم انصحكم بمحشي الكرات وان شاء الله فيديو دا يطلع ويصل العشرة مليون مع احلى محشي اللحمة الدهبية وعليكم بألف عافية وربا نصلحها للسودان ويجعل سلام اشتركوا في القناة